بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلاً وسهلاً بكم أحبتي في الله مع حلقة جديدة من حلقات شهر رمضان المبارك ومع درس جديد من دروس شهر رمضان المبارك نعيش وإياكم وانطلاقاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين نعيش وإياكم مع بعض المسائل المتعلقة بزكاة الفطر أيها الأخوة حكم زكاة الفطر واجب على كل مسلم وذلك للحديث الوارد فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير ذكر أو أنثى من المسلمين فزكاة الفطر إذن واجب على من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية الحكمة من زكاة الفطر الحكمة من زكاة الفطر هي طهرة للصائم ومساعدة للفقراء وكذلك شكر لله تبارك وتعالى على نعمه وما أعطانا إياه فقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أما المسألة الثالثة المتعلقة بزكاة الفطر هي مسألة مقدار زكاة الفطر أيها الأخوة مقدار زكاة الفطر عند جمهور العلماء رحمهم الله هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من طحين أو حنطة أما بالنسبة للأحناف رحمهم الله فعندهم نصف صاع من القمح أو صاع من الشعير أو التمر هذا هو مقدار زكاة الفطر عند المذاهب الإسلامية حيث أنهم يتفقون جميعا على أن التمر والشعير هو صاع إلا أنهم يختلفون في الحنطة فالجمهور قالوا أنها صاع والحنفية قالوا نصف صاع هذا بالنسبة لمقدار زكاة الفطر وبإمكان الإنسان أن يخرج قيمة هذه الأصناف التي ذكرناها قبل قليل المسألة الأخرى التي تتعلق بهذه المسألة مسألة المقدار مقدار الزكاة هل يجوز لنا أن نخرج زكاة الفطر نقدا؟ أيها الأخوة هذه من المسائل الخلافية التي حصل بها خلاف للعلماء فمنه من ذهب إلى أنه يجوز دفع النقد أي القيمة بدل الطعام وهذا هو رأي الحنفية ومن وافقهم من العلماء وهناك رأي الجمهور أنه يمنع من دفع القيمة وإنما الواجب إخراجه هو الطعام الذي حدد في الوارد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذن أيها الأخوة مسألة إعطاء النقد بدل الطعام هي من المسائل الخلافية بين العلماء رحمهم الله فمنهم من أجازها وهم الأحناف ومعهم الكثير من علماء الأمة وعلماء الأمصار فلهذا أيها الأخوة نقول نحن بما أن المسألة خلافية فينبغي لنا أن لا نحجر واسعا ولا أن نضيق واسعا بل نرى حاجة الفقير إن كانت حاجة الفقير إلى الطعام أعطيناه من الطعام وإن كانت حاجة فقير إلى النقد أعطيناه من النقد والخلاف الحاصل بين العلماء رحمهم الله وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديمي إذن يجوز على رأي الأحناف أيها الأخوة يجوز لنا أن ندفع النقد بدل الطعام المسألة الأخرى المتعلقة بزكاة الفطر أيها الأخوة مسألة تعجيل زكاة الفطر هل يجوز لنا أن نعجل زكاة الفطر إخواني الكرام زكاة الفطر ذهب بعض العلماء إلى جواز تعجيل زكاة الفطر إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين وهناك من ذهب إلى تعجيل زكاة الفطر من أول يوم من أيام رمضان وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك قال أنها يجوز تعجيلها حتى قبل رمضان إذن أيضاً مسألة خلافية ومسألة هي من المسائل التي فيها سعة وتوسع على الناس فلا نضيق فيها فنقول على رأي من قال بجواز تعجيل زكاة الفطر نعم يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول يوم من أيام رمضان فمن أراد أن يدفعها في هذه الأيام فيجوز له أن يدفعها وخصوصاً ونحن نعلم أن حاجة الفقراء اليوم بحاجة إلى أن نعجل لهم زكاة الفطر أو نعجل لهم المساعدات والمعونة واعلموا أيها الأخوة أن ديننا دين يسر وسهولة فلنسهل ونيسر على الآخرين في هذه الأيام المباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يعتق رقابنا ورقاب المسلمين جميعاً من النار وأن يحفظنا وبلدنا وسائر بلدان المسلمين إنه سميع المجيب وآخر دعواناً الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين